أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الصحافة في برنامج الترند والفقرة الحوارية النهاردة مع الكاتب الصحفي والناقض الرياضي بالأهرام الأستاذ عبدالحكيم أبو علم أستاذ حكيم منه ورد دنيا وأهلا بيك حبيبا محمد زيك ورد دنيا دايما متعلق ويعني برنامج رائع بصراحة الله يخليك ده منزو حضرتك ونهاردة أكيد في ملفات كتيرة بس تعليقك على كلام جيرالدو لعيف الأهلي قعد سنتين ثلاثة حقق بطولات ومشي بس يتكلم بكل الخير ما هو الصداد الطبيعي اللي احنا تملي بنتكلم فيه أن أنت مهم جدا أنت بعندك المؤسسة الاحترافية بمعنى أنت ترتبط علاقتك بجميع الناس سواء مدربين أو لاعبين أو حتى مصريين بعيدا عن لجانب طبعا جيرالدو كان لعب عن جوله ممكن تكون تقربته لأن تكون بالمعنى يمكن لو أنت سألت أحد هلوه مش هفتك ريلا جون في مطش لو جون فاصل في مباراة بالدوري اللي كان صعب جدا اللي كان فيه كلنا فاكرين اللي هو كان نجمع الاربعين تقريبا أو كان قابله لكن تجربة متوسطة كان عمرك ما تنسى اللاعب لما مش يخد كله مستحقات وخد كل تفاصيله مش هتلاقي لاعب مثلا راح يشتكى من النادي الأهلي تلا ما بتكلم أي حدا وتشوف مثلا جيلبرتو لحد دلوقتي حتى الفنيلة بتاعت النادي الأهلي اللي كان بيرتديها هتلاقي لحد دلوقتي لو أنت رحت عن جوله تلاقي محتفظ بيه فدي علاقتك مهم جدا قبل ما تخلي اللاعب يتكلم عنك إيجابي أو سلبي تبع علاقتك كويسة جدا بكل الناس اللي كانت موجودة عندك سواء لعبين أو مدربين وجرال ده واحد من ضمن اللاعبين ممكن التجربة ما كانتش موفقة بالمعنى الحرفي اللي احنا متوقعينه يعني أولا النادي الأهلي كان متوقع منه انت لما جبته كنت لعب متميز جدا كنت جايب جناح يمين يساعدك فيه بطولة معينة يعني حقق المطلوب منه في الفترة اللي اشتغل فيه لكن الراجل بيطلع يتكلم بكل حب لأن انت علاقتك هي اللي بتحكمك علاقة الاحترافية فلما اللاعب بيطلع من عندك بيطلع من عندك كجسد لك ما بيطلعش منك كروح وكعلاقة بنادي الأهلي ده هو حتى عايز التي شيرت الجديد للأهلي هو بيطلع في تركيا بيطلع في نادي تاني وهينتقل في يناير الراجل بيطلع حتى تشيرت الأهلي على الهواء اه ما يقولك هو هو خرج منك كلاعب لكن لحد دلوقتي مثلا شوف أليو بجي قال لي بجي ما فيش إفنت ما فيش منازمة ما فيش حدث ما فيش مباراة مهمة لما تلاقيه عامل حاجة برغم مثلا مرتبط وبجي دلعب عندك مثلا يعني ماكملش سنة يعني ما فيش حاجات بسيطة مثلا وتلاقيه مرتبط ليه هو بيهمه العلاقة اللي انت بتعرف ترسخ لها تشوف انت لأهلي مثلا مع عائلة ما تحب تجيب مدرب ترفع سماع التليفون على أي مدرب في أوروبا بتواخد رأيه في المدربين اللي موجودين دي العلاقة اللي بدل ما انت مثلا عليك مليارات ديون لا انت عندك مليارات محبة ومليارات حب مع الناس ومع الناس اللي كانوا موجودين عندك طيب